قالت شبكة بي إن سبورت قبل قليل إن الاتحاد الإفريقية لكرة القدم يتجه لمعاقبة مدرب المنتخب الوطني وليد بسبب الأحداث التي رافقت مباراة الأسود والكونغو الديمقراطية لحساب الجولة الثانية من دور مجموعات مسابقة كأس أمم إفريقيا وحسب المصدر ذاته فإن الكاف سيوقف الناخبة الوطنية لأربع مباريات إثنتان منهما موقوفة التنفيذ وتابعت الشبكة حسب مصادرها الاتحاد الإفريقي سيصدر إيقافاً في حق مدرب المنتخب المغربي وليد لأربع مباريات إثنتان منها مع وقف التنفيذ والعقوبة تضمنت أيضاً غرامة مالية وذلك بعد أحداث المباراة بين المغرب والكونغو الديمقراطية يشار إلى أن وليد نفى خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة زامبيا صدور أي عبارات عنصرية منه ضد اللاعب شانسيل موبينبا وفتحوا الكاف تحقيقاً بخصوص الاشتباكات التي اندلعت بين لاعبي المنتخب الوطني ونظرائهم بالكونغو الديمقراطية بعد تلاسن بين المدرب واللاعب ترجمة نانسي قنقر